الثالث النهاردة انسيو راح له المترجم بتاعه قال له إيس النادي صرح وطلع على كل المواقع وفي وسائل إعلام إن اللاعب اللي وكيله هو وكيلك وبالتالي اللي هو أحمد رفعت هو اللي بيحط التشكيل وإنت بتسمع كلامه وبتمشي وراء طب الرجل طب باشتغل إزاي بغاية يوم الحد اللي جاي عملية صعبة أيها جماعة والله جدا جدا يعني طبعا كل واحد حر في إدارته لنديل فرقته كيفما شاء هذا ليس من شأننا على الإطلاق ولكن نحن فقط نتساءل إذا وصل أمر إلى هذا الحد وإن كل اللاعبة طلبة تمشي كرهن في إيناسيو وإن إيناسيو اللي بيحط له الفرقة أحد اللاعبين لأن وكيل إيناسيو هو وكيل نفس اللاعب اللي هو أحمد رفعت طب الراجل يقود لغاية الماتش الجاي إزاي حقيقة مش عايف هل كان القرار الصحة واستمرار إيناسيو حتى المباراة القادمة ولا كان الصحة تنحيته وتصعيد حد من الجهاز أو مدير فني على علم بالفريق كان يتولى الأمر خلال الأيام القادمة الكلام ده كلام صعب جدا ومن المؤكد خلاص أنه راح لإيناسيو وعرفه وسمعه وبالتالي أصبح الموضوع عسير على الفاهم بالنسبة للمدير الفني وهيتعامل إزاي مع الفرقة لأنه كمان الفرقة عرفت الكلام ده هذه التصريحات أمر الحية صعب جدا إحنا بنتكلم لأنه تمنى وإن شاء الله إن النادي الزمالك يتأهل للربع نهاية وإن شاء الله يتأهل بإذن الله أنا على يقيم من ده إن شاء الله بس الأمور يعني الجو العام مش حلو جو العام كان الأفضل كان الأفضل مليون المية ما ينقصوش واحد مليون المية ما ينقصوش واحد بعد الهزيمة الأخيرة يكون القرار بوضوح إما الإبقاء أو الإقالة إذا كانت الإقالة يبقى من دي وان رجعوا مبارح النهاردة متشاكرين ونقعد مع شرط الجزائي ونحط واحد يدير الفرق لغاية المعاد إذا كان القرار هو الإيه الإقالة أما إذا كان القرار هو الإبقاء حتى ولو الإبقاء لغاية المباراة اللي جاية يبقى ما نتكلمش خالص خالص نسيب الراجل يكمل شغله في هدوء معتقدا من جانبه حتى لو كانت النية إن أنا ماشيه بعد الماتش الجاي أخلي النية دي جوايا ولا مانع إن أنا أقعد مع الفرق أتكلم كلمتين تحفيزياتين وللمدرب واشد من أذره قدام اللعيبة والكلام دا كله وأنا مبيت النية إن أنا همشيها همشيه لكن ما قلش وما صرحش واسيب الدنيا مشيه طبيعية جدا لغاية الماتش الجاي ربنا يوفق بإذن الله ويكرم ويتأهل زمانك ربنا هيا بعد كده هشوف أنا مدرب ده مش هينفع لنا إنه عروضه كذا لإنه نتائجه كذا لإنه سلوكياته كذا لإنه اللعيبة مش طيئة لإنه لإنه أمشيه لكن هذه الفترة القلقة جدا وهذا القلق الشديد اللي حصل صعب تدارك الموقف ده إذا أمكن تداركه هو اجتماع رئيس النادي مع اللاعبين في وجود إناسيو والتأكيد على ثقة النادي في إناسيو أمام اللاعبين عشان تكسر أد ما تقدر كل ما فات من تصريحات هذا هو الأمر فيما يتعلق بنادي الزمن ما عنديش حاجة